السلام عليكم في وصفة جديدة معي راسين كويزين اليوم سوف نحضر مع بعض هذا القاتو او الكاك بلسوريز ولا حب الملوك ولا الكارس سيأتي بزاف سهل ايضا مقادير بسيطة ويتحضر في وقت قصير نبدأ في طريقة التحضير وفي المقادير ايضا نأخذ غيسي بيون ولا سحن كبير نحط في زوج حبات بيض كاملين نضيف لهم زوج ملاعق كبار من السكر سكر المائدة نضيف لهم خمس ملاعق كبار من الحليب يكون في درجة حرارة الغرفة ايضا ثلاث ملاعق كبار من زيت زيت المائدة نضيف لهم ملعقة كبيرة او كيس من سكر الفانيلا انا استعملت سكر بنكهة البرتقال لانك هات زهرت البرتقال نخلطوا هذه المقادير جيدا حتى يمتازجوا ونحصلوا على مزيج متجانس كما راكم تشوفوا تغير لون تاعو نرجع كأنه ابيض نضيف لهم اربع ملاعق كبار من الفارينة كما راكم تشوفوا الملعقة تكون مملوئة جيدا ثم نضيفوا كيس من خميرة الحلوة حوالي ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة هنا بدون المقادير يمكن نضعفوا المقادير حتى يضعفوا الكمية على حسب عدد الأفراد ننكملوا بوضع كبيرة يمكن تستعملوا فقط pasting النتيجة جاهزة استعملت ديمول صغار دهنتهم بالزيت يمكن تدهنيهم بالزبدة يمكن تذري عليهم أيضا الفارينة ويمكن تدري لهم ورقة طهي ثم نأخذ المزيج كما رأيكم تشوفون المزيج القوام سيأتي شوية جاري ونفرغوه في المول هنا بالنسبة للمول ما نعمره تماما لأنه سيتنفخ عندنا كي درنا فيه خميرة الحلوة بعد ذلك نأخذ السغيز أو الكارز أو حبل ملوك نقطعوه بعد ما نكون وغسلناه جيدا نقطعوه نحاولو العظم أو العلف ليكون فيه الداخل ونحطوه بهالطريقة فوق القاتو هنا طبعا قبل ما نطيبوه هنا بعد ما نحطو السغيز يمكن نذروا عليها القرفة ونحطوه في بلاتو بعد ما نكونو طبعا سخنا الفور على ميتين داراجة نخذو بلاتو نحطوه فيه الماء حوالي زوج كيسان من الماء رح نطيبوه في باماغي أو حمام مريم على ميتين داراجة كما راكم تشوفو رح بدا يطلع بعد ما يطيب نحيوه من الفور وهو سخون نحيوه من المول بهالطريقة فقط نفوتو الموس على الحراف من تحت ما رحش يكون لاسق ونقلبوه بهالطريقة ويكون عندنا جاهز راح يجيب بزاف هشيش وايضا يكون طيب من داخل كامل طبعا نشوفو الى طيب ندخلوه في هموس وإلى خرجنا هنا شف يعني راهو طيب كما راكم تشوفو راح يجي من فوق مقرمش ومن داخل الطريق وليس يغيز او الكارز راح يتلقو الجود ديالهم او العصيات ديالهم في لابات ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الوصفة وتجربوها الى اللقاء مع وصفة جديدة مع راسين كويزين أعلم صفة نت��